فيخ بقى لللاعبية؟ بص أنا بعرف حس أشوف واحد أقدر أقول ده حيبقى مثلاً حيبقى لو شأني محمد المغربي وقال لهم ده شو المنتخب لهم بحاجة تفعل لأ وحاجة تانية السنة السنة الجاية هو عنا عرضته لتخلص السنة الجاية سأتفرج عليه ده حيلعب أساسي في الألي وهيلعب أساسي في المنتخب يا سلام لأنه كمان أخلاق ومسي كمان ومسي شو بقى شكله إيه؟ محمد عبد المنعم بالزي أخلاق وجنة المان بس هو فيه عنده سنة سيقة زيادة عن الناس ما كانش موجودة عنده يعني هو هل حس بقى والله هقول لي سيادتك كلمة برضو هقولها لك لما جي رجع للأهلي أنا قلت لكابتن قلت له كابتن محمد عبد المنعم ده أحسن مدافع في مصر أحسن مدافع وإنه بقى كابتن ما تطلعوش الكابتن قال لي أنا بحترم كلامك أو بحترم الكلام اللي أنت تقوله بس المدير الفني مسيماني قال لي طلعوا أعارة انت خدت بساتك موسيماني اللي قال لي طلعوا أعارة انت خدت بساتك قال لي طلعوا أعارة طلع ست شهور والأهلي جابوا من فيوتشر جابوا من فيوتشر إيه بعد ما عمل في المنتخب مصر عمل أنا بحكي لسيادة وناس كتيرة جدا لعيبة بس هو عنده سن تسيقة زيادة بقت دلوقتي عنده ما كانش كده كان مطيع جدا ومؤدب جدا ومحترم جدا هل هو حس ان أنا سبتوني النادي الأهلة وطلعتوني أعارة هنا وهنا وبعدين رجعتلكم فانا هو بس بتلكم بقى لا 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 يعني هو لعيب لعيب سوبرستار سوبرستار إنما والله يبص أنا بقول له الكلام ده هيأثر بعته رسالة كده الكلام ده هيأثر على مستقبله الكلام ده الاهلي مش هيستحمله ومحدش هيستحمله ومحدش هيكبر على الأهلي أو على ناديه أبدا نعم انت وبعدين النفس المطمئنة لها الجنة إن كان ربنا تديلك موهبة حاول لك تستغل الموهبة في الطريق الصحيح للوصول إلى أعلى مستوى انت لما بتجيب اللعيبة سواء لعيب انت زي ايه بتاخد حتى الدهب عليها تراب فبتاخدها بتنظفها كده زي ما يكون مثلا بيطلع لك المارد فبتقوله شو بيك لبك عاوز ايه فبتطلع لك اللعيب انت بتقوم اللعيب وبتديله إحساء بإن انت بتقوله للعيب لما هو جاي والله أنا بتعامل معه معاملة أنا حقا قولي سيتك على لعيب مهم جدا مصطفى فتحي أيوة مصطفى فتحي ده جايلي بشطب كرة قدم بشطب فلما جينا ناخده برضه المتعور تقريبا لا ما كانش بيلعب وكان بعيد عن اللعب نفسيا كان واقع وكان بقى نفسيته تعبان قوي قلت له انت عارف أنا أخدتك ليه قال لي لي قلت له أنا ابني بيموت في الكرة وبيموت فيك أنا بحترم كلامه لكن أنا شخصيا مؤمن بذلك مؤمن بذلك فأنت لو ركست الدنيا حتتفتح قدام مصطفى فتحي عندنا جاب 17 هدف فأقل من نص موس أه مظبوط لا عمل عمل جبار وبعدين الدنيا تفتحت له أحمد عبدالقادر أما جبت أحمد عبدالقادر الكابتن أحمد سامي قال لي إيه أولا عدتت حالة على الكابتن محمود الخطيب والدكتور حسن مصطفى يشه وجبال بيت جرحي يشه وكابتن حسن حمes وكابتن حسن حمدي يشه أه اتت Labor أكدت قولوا لنبيياا يا كابتن عشان خطري يقول لي إيه أنا عشان أديولك أنت تقول لي انت عرفته بنين أنت قب وانتنا بنا يا كابتن عشان خطري يا كابتن لما خدت وروحت بقى إيه لأحمد كابتن أحمد سامي قلت له بص أنا جيب لك موهبة أه قال لي مين قلت له فلان فلان قال لي ناشئ تاني تاني والله قال لي كده قلت له يا كابتن بس هو راجل جميل أحمد أحمد سامي راجل جميل في كيميا بينك ولي أيوة طبعا مجرد أول ما جيت ما حقتت معاه مظبوط 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 قلت له يا كابتن عشان خطري قلت له عشان خطري هل هو مقتنم بوقت نظرك ولا عاوز لا لا بص هقولك حاجة بص 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 أحمد سامي ما عندوش مجاملة في عمله مدرب يعني بص بص افرض حضرتك أنا قلت له حاجة ومش مظبوطة ما يعمليهاش إنه هو في الآخر بيتحمل المسئولية المسئولية طبعا وأنا مقدرش أفرض عليه حاجة طبعا بس أنا عدت أتحايل عليه أقول له عشان خالي قال لي نسه بقى عمل ناصر مار وناصر مار ضرب في الدنيا فضيعة المهم فقلت له عشان خطري عشان خطري عشان خطري جربوا قال لي بس والنبي جربوا جربوا وفتح الفتاح وعمل موس أمراهيم وجاب 13 جنوب وبعد للدنيا لدرجة إنه فيه فرقة معينة سوريا آسف كنت عارف إنه هيكسبونا في آخر ربع ساعة كنت متأكد إنه عبدالقادر هيخل لا إنه هم سوريا يعني كل الحكام محترمين وعلى عين وعلى راسهم لما هنتكلم فيها دي بقى بس أنا آري آري قصة في آخر ربع ساعة الدنيا ماشية مصبوط قوي في آخر ربع ساعة هيتعامل فينا اللي هيتعامل فينا فأول ما جات ربع ساعة أحمد عبدالقادر ده جاب جون من خرم إبرة أزهل الجميع أزهل الحكام أزهل الجميع آه وبعدين بعد دقتين راح لعب آآ آآ السيست لمصطفى آآ فتحي فتحي آآ جاب جون تاني أفل الدنيا نعم أفلت المبارد فأفل الدنيا فكانت فرقة سوعة دي لما تلعب كانت هم منتخب مصر يعني منتخب مصر كان عندنا لا لا بصراحة اللعبة طالت كويسة طب إيه الكيميا اللي بينك وبين أحمد سامي إنك هو مشي بقى ما أنت مشيت أو هم ماشو ما عربش الله أعلم ماشو 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 أول مرجعت على طول أول واحد تعاقدت معاه كان آآ أحمد سامي والله أحمد سامي ده أنا أعرفه إزاي بقى هقول لسياتك تم اقتنع بيك مدرب ما ححكي لسياتك أحمد سامي ده كان مدرب ناشئين الأول في الجيش أيا وبعدين لسبب من أول آخر طلع مسك الفريق الأول راح لعبنا مبارتين جي في اسكندرية غلبنا 2-0 وفي القاهرة غلبنا 1-0 فقلت إيه طبعا فرقة الجيش فرقة قوية وفيها لعبين ممتازين ويهو بعد كده مسك فرقة اسمها النجوم أيوة فالمهم أحمد سامي ده لعبنا وإحنا فرقتنا كانت كلها إيه نجوم بقى حاجة جامدة قوي آه وفلعب على المرتدة بطريقة ثم راح غالبنا 4-0 4-0 آه وبعدين إيه بتبس لأحمد سامي ده عادي خالص وساكت ومتبش لو أرجع بقى للماضي كان ليه واحد قريبي كان مدير نادي الجيش كان دايما يقول لأنا عندي يدية عايزة دهالك اسمها أحمد سامي رفضوا قالوا لي لا طبعا احترمت الرأي طبعا بصيت لقيته في يوم من الأيام بيكلمة لا بيمرن طنطة من الجيش ده طنطة آه لقيته هو المدير الفني بتاع طنطة آه بعد 3-0 لقيته معتزر عن طنطة ده اللي حصل بقى ده اللي حصل بالظلط آيو آيو روحتنا بكلمه في التليفون آه قلت له يا كابتن قال لي قلت له أنا فلان الفلان وعايزة قبلك ضروري قوي ومش عارف ايه لأمر هام جدا قال لي خير بتاع طلوه بصنا عايزك تجي اتمرد سموح آه برضو لما جيت أنا في مجلس تقدر قلت له بصنا عجب مدرب اسمه أحمد سامي الناس قلت له مين أحمد سامي ده وأحمد سامي ده ايه وأصل سموحة والحكاية والرواية هم ما تعلموش لما جيبت لهم لعيبة وتقول لهم ده هيبقى كويش لأ أنا بحكي لحضرتك آه فلا لا لا مش عارف بطلوه بصوا على ضمانتي آه وجيه سامي كابتن أحمد سامي هو راجل محترم جدا وراجل مخلص في عمله جدا وربنا ادانه بس طب ما تسمع ابنك أحمد سامي قال لي ايه معرفش بقى هيسمحة